موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على الخناة كده يبين لبس عليكم حالة بس عانين كيف كنتشوفه معي اليوم سوف ندر معكم بحلي وقت سوف ندر معكم تشيز كيك زوينة زوينة بزاف بزاف سوف يدرونها كبيرة سوف يدرونهم فرديين سيليكون سوف يدرون فيهم غزالين سوف يدرون بزاف جبنينة تحضرها في العيد ميلادات في عام قريب مهم جبنينة اهم بحاجة انها كده يبنينة اللي عندكم تشيو وليدات سوف يقولون لهم جوجولة ثلاثة وحدا مغانيش تكفيهم سوف ندرون عليكم في الهدرامز الثاف سوف ندرون مع الوصفة اللي فيها ثلاثة ديال المراحل ان شاء الله ساهل نجد سمعوا ثلاثة المراحل مهم سوف ندرون مع الوصفة والطريقة سوف ندرون مع الوصفة ثلاثة ديال المراحل اول مرحلة سوف ندرون بيسكوي أوريو اول مرحلة بيسكوي 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 وعند هنا 100 جرام الزبدة سوف ندرونها ونطحنها بيسكوي ونطلقها معكم بيسكوي هذا هو بيسكوي بعدما تطحن الزبدة سوف ندرون بيسكوي بيسكوي سوف ندرون صغير سوف ندرون بيسكوي سوف نضع بيسكوي تبني بيسكوي سوف نغلب كنت تضيف السلاء سوف يجب أن نضيف السلاء سوف نضيف السلاء سوف نضيف السلاء اما بالظهر للكاس اما انا عندي هذه الحرائشة يقارد بيها انا اكملت دابا قديتوا مزيان مزيان انا دابا ندير هذا في الكنجيلاتور الكنجيلاتور ماشي بالتلاجة للفوق نديره في الكنجيلاتور و تجعله تقريبا 1 ساعة بما وجدنا الكريم و نجبدوه من الكنجيلاتور بالنسبة للمرحلة الثانية هذو هما المقادر اللي غادي نحتاجه لها عندي هنا 300 ميليليتر الكريم فخاش من الاحسن تكون باردة عندي هنا 250 كرام الجبن جبنة الدهن عندي هنا 100 قرام بيسكويت بطحون كيف قلت لكم قبيلة اما هذا او بيسكويت يشبه لي مهم يكون بيسكويت بالكاكاو هكي يكون كحل عندي هنا جوج معالق كبار سكر غلاسي عندي هنا ثلاثة المعالق كبار المطايب عندي جوج ورق كبار الجيلاتين ورق المهد المهد عندهم المهد المهد لا تكتير المهد 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 نضيف الفرمج نضيف الفكر وفاني في هذه المرحلة نضيف الكريم فرش التي ترغبتها كما ترغبتها ثقامي 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 نضيف الكريم السبب الأمر اخرى أضيف الجيلاتين حاجة اخرى نتيت ما قلتها لكم هي ان الجيلاتين تستغنعوا عليه ماشي بالضرورة تطيرو انا حيث كمك الحلوة جيني واقفة مزيان سينو اخلي وفق جيلاتور اراك تشد في راسها مزيان 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 سافيم بعد مزج الجيلاتين سافي وتر ربط الكريم ديالين مزيان مزيان كيف كتشوفوها هي وفات شو كتجي كتجي واقفة سافيدة بغضي نزيد عليها هاتي البيسكويها سوف نزيد عليها البيسكويها سوف نخلق قليلا على البيسكويها سوف نزيد عليها البيسكويها سوف نزيد عليها الكريم سوف ننجح سوف نقذها سوف نقذي ميزين سوف ننجح سوف ندافع سوف ننجح سوف ننجح سوف نقذها طبقه هي تصوية كدام이 طفاق من نسبة المرحلة الثالثة والأخيرة سوف نحتاج الكرم فخش وقفة وقسمتهم بحلاكة على جوش الحلوة لها هي سوف يتمل الكونجيلاتور بعد ما خليتها واحد ساعتين حتى تشت فرصها مزيان مزيان وحاولوا معها بشوية لكي تحيدوها من المون سوف نقوم بشوية ورقة هذا يعاون بشوية لكي تسهد لكي تحيدوها من المون لكي تبقى لنا بقادة من الجنال سوف نقوم بشوية تخيم ونحاول نقوم بشوية ورائدات في الجنبات ونقوم بشوية تحيدة ونقوم بشوية تحيدة ونقوم بشوية تحيدة ونقوم بشوية تحيدة ونقوم بشوية الان نضيف حفلة الان سوف نحاولها بطريقة فلسطانية بالنسبة للغاية لم أكن لدينا فكرة فراسة في الصراحة كنت أقوم بطريقة فكرة مهم درهم على أميان سوف نضم هذا هو الشكل النهائي سوف نقطف الطبق التقديم وانتلقه معاه هدا هو الشكل النهائي من الأصف بعد ما حيت لها لابقته عقلية مندرت لها هذا الورق من يتحط وسهل عليها باش نحيتها كيفية من المول بلا ما تتخصر لها هاد الحلوه هاده ممكن تحتفظه بأفتلاجه حتى الثلاثيين عادي ما كترالي حتى شي حاجة سينو إلا برو تتخليوها في الكونجيلاتور ببلا ما تزوقوها خليوها في الكونجيلاتور المتلذي بفيديو هنحاول نقطع معكم الهطرين هنا يا بتنسوش انكم اللي تخرجوها من الكونجيلاتور ضروري تخليوها واحد شوية بما تلقات راسا عاد تقدرو تقطعوها كنتمنى هذا الفيديو يكون الإعجاب ديالكم وكنتمنى أنكم جربوها الوصفة هذي اللي أنا أكيد أنها غدي تعجبكم بزاف بزاف والحاجة الزوينة هي أنها ما كتجيش حلوة بزاف بالنسبة للناس اللي مستحملوش بزاف الحلاوة بحالي إلا داروا المقادير اللي اعطيتكم مضبوطين ما غادش يجيكم حلوة بزاف كتجي هي هذي قد في المعطاق اللي عندو أي استفسار بخصوص الوصفة متترددوش أنكم تخليو ليه كومنتار تخليو ليه سؤال ديالكم وأنا قد نجاوب عليه بكل فرح كنتمنى أن نلقاكم على خير إن شاء الله في الفيديو المقبل ونكد ثلاث الفيديو ديالنا ونبليكم سلامة وقليتكم على خير